تعد نقطة نيمو من أكثر المواقع الجغرافية غرابة وإثارة للاهتمام على كوكب الأرض فهي ليست مجرد موقع بعيد في المحيط الهادئ بل تعرف أيضا بأنها مقبرة المركبات الفضائية ولكن قبل أن نبدأ في الفيديو أرجو منكم الاشتراك في القناة وعمل لايك لنستمر في تقديم هذا المحتوى لكم إن شاء الله إذا كنت من الراغبين في الذهاب أو الهروب إلى اللامكان The middle of nowhere حيث لا يزعجك أحد أو يكلفك فوق طاقتك فوجهتك أصبحت معروفة إلى حد ما يمكنك الذهاب مباشرة إلى نقطة نيمو Point Nemo وهي بقعة في جنوب المحيط الهادي تعد الأكثر عزلة في العالم حدد العلماء هذه النقطة لتكون الأبعد عن البشر وعن أي يابسة على الأرض لدرجة أن أقرب بشر لهذه النقطة هم رواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية وليس البشر على الأرض أما إذا أردت الابتعاد أكثر عن نقطة نيمو فعليك مغادرة الكوكب نفسه إلى الفضاء نقطة نيمو والتي يطلق عليها اسم القطب المحيطي الذي لا يمكن الوصول إليه هي أبعد نقطة في المحيط الهادئ عن أي يابسة وتقع على مسافة 2688 كيلومتراً من أقرب شاطئ وسميت على اسم الكابتن نيمو الشخصية الخيالية في رواية جولفيرن الشهيرة عشرون ألف فرسخ تحت البحر موقع هذه النقطة يجعلها مثالية لاستخدامات متعددة أبرزها التخلص من الحطام الفضائي مما يجعلها تعرف أيضاً باسم مقبرة المركبات الفضائية ويمكن القول إن هذه النقطة تقع حرفياً وسطاً لا مكان فهي محاطة بأكثر من 1600 كيلومتر من مياه المحيط في كل اتجاه والموقع معزول بشدة بحيث إن أقرب أرض مأهولة له تبعد حوالي 2700 كيلومتر وهذا يجعل من رواد الفضائي على متن محطة الفضاء الدولية الذين يبعدون 330 كيلومتر فقط عن هذه النقطة هم الأقرب إليها ووفقاً لموقع The Ocean Race The Ocean Race لم تكن نقطة نيمو معروفة حتى عام 1992 حين اكتشفها مهندس المساحة الكرواتي الكندي هرفوجي لوكاتيلا حينما كان يحاول العثور على أبعد نقطة عن اليابسة باستخدام برنامج كمبيوتر جغرافي علماً بأنه لم يذهب إلى هناك بل استخدم التكنولوجيا فقط لحساب الموقع بدقة وقد أدرك لوكاتيلا أنه نظراً لأن الأرض ثلاثية الأبعاد أو كروية فيجب أن تكون أبعد نقطة في المحيط متساوية من ثلاث خطوط ساحلية مختلفة لذا سنجد أن نقطة نيمو تقع في قلب مثلث متساوي الأضلاع تماماً تشكله سواحل ثلاث جزر نائية تبعد كلاً منها 1600 كيلومتر وهذه الجزر هي جزيرة دوسي إحدى جزر بيتكيرن وجزيرة موتو نوي وجزيرة ماهر الواقعة قبالة سواحل القارة القطبية الجنوبية الحياة البيولوجية عند نقطة نيمو ووفقاً لموقع أطلاس أوبسكورا أطلاس أوبسكورا فإنه لا توجد طرق تجارية للوصول إلى نقطة نيمو وربما السبب الوجيه لذلك هو أنه لا يوجد شيء هناك فهي مجرد مساحات شاسعة من المحيط المفتوح الشيء الوحيد الذي سيجده الزائر هو شرف التغلب على صعوبة الوصول إليها مقارنة بأي شخص آخر على هذا الكوكب أما بالنسبة للحياة البحرية فإن الأمر لا يختلف كثيراً عن صعوبة وصول البشر إلى هذه النقطة فقد وصف العلماء نقطة نيمو بأنها المنطقة الأقل نشاطاً بايولوجياً في محيط العالم وتقع إحداثيات نقطة نيمو داخل دائرة جنوب المحيط الهادي ساوث باسيفك جاير وهو تيار دوار هائل يمنع المياه الغنية بالمغذيات من التدفق إلى المنطقة وبدون أي مصادر غذائية سيكون الحفاظ على معظم الحياة في هذا الجزء من المحيط أمراً مستحيلاً وبالرغم من ذلك فقد قام العلماء بتوثيق العديد من البكتيريا وسرطانات البحر الصغيرة التي تعيش بالقرب من الفتحات البركانية في قاع البحر في نقطة نيمو وقد تفاجأ العلماء كذلك عام 1997 بسماع واحد من أعلى الأصوات تحت الماء المسجلة على الإطلاق بالقرب من نقطة نيمو وقد تم التقاط الضوضاء الغامضة على بعد أقل من 2011 كيلومتراً شرق نقطة نيمو بواسطة ميكروفونات تحت الماء وأطلق العلماء على هذا الصوت اسم بلوب، ذا بلوب، كان هذا الصوت أعلى حتى من صوت الحوت الأزرق مما أدى إلى تكهنات بأن مصدره وحش بحر مجهول إلا أن الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، NOAA، توصلت إلى أن ذلك كان صوت تكسر وتشقق جبال جلدية عملاقة تستخدم نقطة نيمو بشكل رئيسي من قبل وكالات الفضاء العالمية مثل وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية ESA كموقع لإسقاط بقايا الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية التي انتهت صلاحيتها بفضل بعدها الكبير عن المناطق المأهولة، تقل احتمالية أن تتسبب هذه البقايا في أضرار أو أن تؤثر على حياة البشر هذه العملية تساعد في الحفاظ على المدار الأرضي من تراكم الحطام الفضائي الذي قد يؤثر على عمليات الإطلاق المستقبلية للأقمار الصناعية تتميز نقطة نيمو بموقعها النائي حيث لا توجد أي كتل يابسة أو تجمعات سكانية في محيطها مما يجعلها موقعا آمنا لإسقاط المركبات الفضائية المحترقة التي تعود من المدار بالإضافة إلى ذلك، فإن المنطقة تتمتع بعمق بحري كبير مما يساعد في تقليل تأثير الحطام على الحياة البحرية كما أن هذه النقطة تعتبر منطقة معزولة تماما عن الأنشطة البشرية مما يجعلها المكان المثالي لتجنب أي تهديد بيئي أو بشري على الرغم من أن نقطة نيمو تقع في منطقة نائية من المحيط الهادئ فإن وكالات الفضاء تأخذ في الاعتبار المخاطر البيئية المحتملة عند إسقاط الحطام الفضائي يتم دراسة تكوين المركبات الفضائية قبل إسقاطها للتأكد من خلوها من المواد السامة أو الضارة بالبيئة البحرية يتم أيضا تحليل المسار المتوقع للسقوط لضمان تدمير المركبة بشكل كامل عند استضامها بالماء وتقليل أي تأثيرات سلبية على النظام البيئي البحري تاريخيا استخدمت العديد من وكالات الفضاء العالمية نقطة نيمو لإسقاط المركبات الفضائية الكبيرة وتخطط وكالة ناسا للتخلص من محطة الفضاء الدولية عام 2030 عبر حرفها عن مدارها لتسقط في نقطة نيمو في المحيط الهادئ لن تكون محطة الفضاء الدولية أول مركبة ترمى هناك فبعد هذه النقطة عن البشر يجعلها المكب المثالي برأيهم للمركبات الفضائية ففي عام 1970 حطمت أول مركبة فضائية في النقطة نيمو ليتبعها ما يزيد عن 260 مركبة أغلبها تابعة لوكالة الفضاء الروسية من بينها محطة MIR السوفيتية في عام 2001 أسقطت روسيا محطة الفضاء مير الشهيرة في هذه النقطة بعد أن أتمت مهمتها في الفضاء كما أسقطت وكالة ناسا والوكالات الأخرى عددا من الأقمار الصناعية الكبيرة التي انتهى عمرها الافتراضي في هذه المنطقة كل عملية إسقاط تتم بتخطيط دقيق وبالتعاون مع العديد من الوكالات لضمان سلامة البيئة البحرية تتطلب إدارة نقطة نيمو تعاونا دوليا بين مختلف وكالات الفضاء حول العالم مثل وكالة ناسا ووكالة الفضاء الروسية ووكالة الفضاء الأوروبية يتم التنسيق بين هذه الوكالات لتحديد توقيتات إسقاط الحطام وتفادي أي تصادمات محتملة في الفضاء بالإضافة إلى ذلك تساهم هذه الاتفاقيات في وضع بروتوكولات ومعايير لإدارة الحطام الفضائي بشكل يحفظ على البيئة البحرية والمصالح الفضائية المشتركة مع تزايد عدد الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية التي تطلق سنويا تصبح نقطة نيمو أكثر أهمية ستظل نقطة نيمو وجهة رئيسية للتخلص من الحطام الفضائي في المستقبل خاصة مع تصاعد مشاريع استكشاف الفضاء وتوسيع المدار الأرضي بفضل تقنياتها وإجراءاتها تساعد نقطة نيمو في تقليل المخاطر البيئية وضمان استدامة استكشاف الفضاء بشكل آمن ورغم كون نقطة نيمو المكان المنعزل في المحيط والأبعد عن اليابسة وعن البشر فإنها مليئة بالبلاستيك واللداء الدقيقة فقد تم العثور على ما يصل إلى 26 جسيماً من البلاستيك الدقيق لكل متر مكعب في عينات مياه البحر التي تم جمعها بالقرب من المكان وبالمقارنة مع بحر جنوب الصين الذي تحتوي مياهه على 357 جسيماً من البلاستيك لكل متر مكعب فإن نقطة نيمو لا تعد شديدة التلوث ولكنها مع ذلك ملوثة تمثل نقطة نيمو أحد أهم المواقع الاستراتيجية في العالم لإدارة الحطام الفضائي رغم أنها تقع في عمق المحيط الهادئ إلا أن تأثيرها يتجاوز المياه العميقة ليصل إلى الفضاء الخارجي والأمان الأرضي وتستمر وكالات الفضاء في استخدامها بشكل منسق ومشترك لضمان بيئة فضائية نظيفة ومستدامة مما يعكس دور العلم والتكنولوجيا في حماية كوكبنا وبيئته ترجمة نانسي قنقر